موسيقى هذا السيد هذا اللي تعرض للهجوم اللي غدرني وغفرني كان بغيقتني بزيزوارات اللي أنا كنت أعضره في التليفون وكان أعضر مع واحد السيد في الحومة دي أنني بقية سجائر وحتى أغفرني من الجنب ولربني بزيزوارة منها لو لا لطف الله لكنتش دابة في أعداد الموتى ونكون ضحية بحال الأخ زهير اللي يرحمه فاد النار هذا وكان طلب من السلوطات باش أنها تدخل في هذا الميل في ديالي باش ما يمشيش الدم ديالي هباء المنشورة حانت كيما سبق الأخ ديالي كان عندهم مشكل مع العائلة ديالهم وعدة شكايات عند السيد ووكيل جلالة المالك وعدة شواهد طيبية والقانون ما ما فهمتش ما مهم دوك الناس ماخدوش الجزاء ديالهم وهذه المشكلة لدي معاد السيد هذا يعني مشكلة قديمة كان أنهم كانوا كانوا أخ ديالي عنده واحد الفرح وكان شي أخ ديالهم كان يطلع عليهم منطار من ليمشى الأخ ديالي تشكى كانوا تهجموا عليه يعني تربوا الجرح وفهمتش وبالشواهد طيبية ودوك والقانون ما مستارة ما ما عرفشاش كيفاش مشات حانت دوك الناس ماخدوش اخوية ما ما تنازلش على حقو وما اخدوش القانون اللي خصومي ياخدو وكانوا تهديدات كانوا تهديدات وكانوا تهديدات وكانوا تهديدات في الطريق وكانوا تهديدات ديالهم بحكم أن ما ما تردوش عند حدهم والقانون ما 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 فهمتش كيفاش هما كيدلوا بشي شواهد اللي خيالية بما انه مادل يضربني إذا برقاليك راهم شواهد طيب يديل أنه حمق واش احنا يا اي واحد غير يضربشي واحد غير يكون قبل ما يضرب يكون بعقلون منك يضربكي ولا يحمق ما ليناش الحمد لله السمعة ديالي لديالي ولدي العائلة ديالي لعب دولي سابق ديال فريق الفتح الرباطي والعائلة ديالي كلها رياضيين ورجل امن الوطني هو بوشش عود جيل واحد اخر بوشد سيد هذا القانون ياخد لي حقي منه حانش اصلا بحدي الله قبل ما يضربني انا بنهاري اخرج من عند سيد جلت ولك المالك في محاولة ضرب واحد سيد الكرش دياله والرجل واحد الاساس في الحوم عندهم مع اليلم انه كان خاص يكون في السجن ماشي على بره والدليل هو انه مني خرج من عند الواكيل جاء انا ضربني اخفلني وكاني كان زعمة كاني من الاحسان كان يجي عندي فاس بعدات الى ضربني من انتسماش خدرني ضربني بزي زوارات كان شا ادمجوش في الديه انا يلولاني يللي ضربني فايات الكبيرة يلي ما حسيتش بيع فهمتيني داس باردة فهمتيني مع امي من داكش اللي حسيتش بيع فهمتيني وهذه الثانية يمني بويتنا الزوج هي هبلا حفظ الله هرب توجي كان كنشت التاليفون فيه وانا راح حقي ما غديش نسامح فيه كيف ما ضع فيه الاخ ديالي انا تنظر قانوني حانت احنا في بلاد الحق والقانون وعادي هاتش ادب اللي تنظر فانا عادي انا واحد السيد دار واحد الجريمة بغيش ويتش عاقب عليها ما طلبتش هاجة انا باش هاد السيد ما ياخدش القانون ديالو وغيبقى خارج في الزنقة همشيني وغمقى انا غادي حاضي راسي دا باش نو دا يلا ما إلا ما خدش الجزاء ديالو واش انا غمقى غادي حاضي راسي ومنيجي اندي شنو خصني ندير خصني ندافع على راسي انا خايف على راسي كلها انا 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 ا ترجمة نانسي قنقر